بد نبه لمسألة مراقبة هلال رمضان مش الاعتماد على الفلكيين والمنجمين والحساب نحن عندنا شريعة عندنا القرآن وعندنا الحديث وعندنا الإجماع الله أعزنا بديننا الله أعزنا بديننا اسمعوا قال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدد بهالروي العدد وهذا عند مسلم من حديث أبي هريرة وعند الترمذي عن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم لا تصوموا قبل رمضان صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حالت دونه غياية غيوم أو غبار أو نار أو مطر أو أو فأكملوا سلاسين يوما واسمعوا وقال صلى الله عليه وسلم عند البخاري هذا هذا الحديث السالس عند البخاري صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم بمعنى فإن غم فأكملوا عدة شعبان سلاسين فأكملوا عدة شعبان سلاسين سؤال كيف نعرف بدء الصيام كيف نبدأ بالصيام اعتمادا على أحد أمرين شرعنا سهل مش اسم الشريعة السمحة السهلة كيف برؤية الهلال ليلة السلاسين من شعبان ليلة السلاسين إذا ظهر الهلال أول يوم بعد هيدي الليلة شو بد يكون أول يوم من رمضان طيب راقبنا فلم نرى ليلة السلاسين شو قال فأكملوا سلاسين شفتم أحليها سهلة وهذا يقدر على الكبير والرجل والمرأة والأمي والعامي والمتعلم الدكتور والمحامي والمهندس ومن لا يفك الخط والبدوية في أرضها سهل ديننا سهل صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبما عليكم فأكملوا عدة شعبان فإذن هكذا الحكم بيجوا المنجمين الحساب الفلكيين الرزنيمة الفلينية المرصد الفلينية كل منه دليل شرعي والآن اسمعوا ماذا قال الفقيه ابن عابدين الحنفي لاعتبار لحساب المنجمين والحاسبين في الهلال عم بيقول لاعتباره مش بس هيك اسمعوا أيضا ماذا قال قال وفي الدر المختار لا عبرة بقول المؤقتين ولو عدولا المؤقتين شو عم بيقول لا عبرة بقولهم قال ولو عدولا على المذهب يعني هذا المعتمد عندهم في المذهب وفي النهر الفائق لا يلزم بقول المؤقتين أنه أي الهلال يكون في السماء ليلة كذا وإن كانوا عدولا على الصحيح كما في الإيضاح وللإمام السبكي تأليف ما لفيه إلى اعتماد قولهم لأن الحساب قطعي وهذا بقيود وشروط قالوا لنفسه وليس للعامة وليس للأمة وليس للكل بل لنفسه إن كان مع القيود والضوابط مع مراعاة الأحكام الشرعية مين بده يتقيد بكل هالقيود أكثر الناس بيسمع بكرة رمضان عزعمه بينوي كيف؟ قال اعتمادا على قول الفلاكيين والحساب وفي معراج الدراية اسمعوا وفي معراج الدراية شرح الهداية لا يعتبر قولهم بالإجماع ما بقى فيه كلهم خلص حرج عيد ولا يعتبر قولهم بالإجماع اسمع شؤال ولا يجوز للمنجم أن يعمل بحساب نفسه حتى لإله حتى لنفسه قال لا يجوز له أن يعمل ثم ماذا قال العلماء في هذه القضية أيضا لأن الناس اليوم ذهبوا مع قول الفلاكيين والمنجمين والحساب اسمعوا يقول لأن المحققين من المنجمين مجمعون على أنه علم بغلبة الظن في شو بغلبة الظن وفي الدر المختار ولا عبرة بقول المؤقتين ولو عدولا على المذهب انتهى وفي البحر عن غاية البيان من قال يرجع من قال يرجع فيه إلى قولهم فقد خالف الشرع فقد خالف الشرع وفي معراج الدراية ولا يعتبر قول المنجمين بالإجماع بالإجماع فانتبهوا لهذه القضايا لا تكونوا مع الذين يمشون بالفوضى من غير تحقق في القضايا الشرعية فالخطر في ذلك كبير والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر